في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 459 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 147 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وضبطت وزارة الداخلية أكثر من 24 طن في مجال الاستلاء على السلع المدومة كما تم ضبط قرابة 118.5 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وتم ضبط 709 قضايا من بينها 122 قضية خبز ناقص للوزن و125 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط قرابة 90 طن من الأقماح المحلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي